توقع الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي أن تصاعد روسيا هجمتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي مسعى كييف للانضمام إلى التكتل وشدد زيلنسكي على استعداد بلاده لمواجهة أي تصعيد في العمليات العسكرية الروسية ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي خلال قمته الخميس والجمعة على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسببت في أكبر وأسرع موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأشار جوتاريش في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أن أعداد اللاجئين في العالم سجلت مستويات قياسية ليبلغ إجمالي النزحين قصرا حول العالم مئة مليون شخص وهو رقم يشكل إيدانة قاطمة لعصرنا ودعا جوتاريش إلى التعهد ببدل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة اللاجئين في كل مكان ولما فيه مصلحة البلدان التي تستضيفهم قال الجيش الأوكراني أن روسيا نفذت سلسلة من الهجمات الجوية في شمال وشمال شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأكد أوليكساندر شوتوبون المتحدث باسم هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية أن الضربات الجوية والمدفعية ضربت مدنا بما في ذلك سومي وليمان وخاركيب وسلافيا نسك وأضاف المتحدث أن جيش الروسي لا يزال يركز جهوده على مدينة سيفرو دونتسك حيث يسعى لتحقيق مكاسب في دونباس أعلنت أوكرانيا أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتو لكينو المجاورة لمدينة سيفرو دونتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بالكامل منذ أسابيع وأكد رئيس بلدية سيفرو دونتسك أن الجيش الروسي بات يسيطر على معظم الأحياء السكنية في المدينة وتقدمت القوات الروسية ببطء في منطقة دونباس التي تضم لوهانسك ودونتسك حيث ركزت جهودها العسكرية بعدما خرجت تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة كياذ في بداية العملية الروسية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي اتهمت السلطات الروسية القوات الأوكرانية باستداف منصات نفطية في البحر الأسود قبلة شبه جزيرة القرم وأشارت السلطات في شبه جزيرة القرم إلى إنقاذ خمسة أشخاص من أصل 12 شخصا بموقع المنصة البترولية من بينهم ثلاثة مصابين على الأقل ذكرت روسيا أن الغواصتين النوويتين سيفيرو ديفينسك وسيمولونسك نفذت بنجاح تدريبات لإطلاق الصواريخ في بحر بارينس وأفاد المكتب الصحفي في أسطول الشمال الروسي بأن الغواصتين قامتا بتوجيه ضربات سروقية ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في بحر بارينس وأوضح المكتب أن البحارة الروس تمكن بنجاح من إصابة الموقع المستهدف الذي يمثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وغرانت على مسافة حوالي 200 كم اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوز بارل أن روسيا يجب أن تحاسب إذا وصلت على قلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم ووصف بارل إجراءات روسيا بأنها بمثابة جريمة حرب حقيقية واستنكر المسؤول الأوربي أن تظل ملايين الأطنان من القمحة عالقة في أوكرانيا بينما يعاني الكثير حول العالم من أزمة غذائية